محمد اللي بيسمع أغنيتك الجديدة راجعلك وبسمع أطالون كارت بقول أكيد المادام عم بتغار لا بالعكس يعني هي لازم تنبسط لأنه كلهم أطالون كارت كرمالة عرفت ايه؟ كلام هايدي الكلمة كنت شوي خايف منها صراحة شوي هيك الكلمة إذا بدك يعني بيستخدموها يعني فيها شوي رسوقية الكلمة يعني أطالون كارت مع غمزة بس الكلمة كتير حبوها العالم ولاقوها أنه هي فيها فيها أفشة حلوة يعني فيها أفشة حلوة بس في أشخاص كبان اعتبروا يمكن كنت المادام زعلان شوي فأنت جربت تراضيه وتفرجيه أنه هي أغلى ما عندك وكل المعاجبات على جنب لا لا هي بتعرف أنه هي أغلى شي بس لا مبزع على أبدا حتى بيسترجي خبرنا اليوم شوي لأغراك لتختار هالأغنية لأنه منشوف ما شاء الله حولك ما لك فترة طويلة منزل أغنيتك الجديدة في وقت عرسك وكمان ألاقيت رواج كتير كبير على الساحة اليوم ليش هيد الأغنية تحديدة أن اخترت تنزلها بهذا الوقت؟ لا نحنا في عنا استراتيجية بالشغل يعني نحنا حتى الشركة على طول مطالب أنا أنه أعمل لسا أعمال أكتر وننزل لسا أكتر هيدا الدعم بيعطيك دافع كتير قوي أنك تنزلي وتسمعي وتدقي باب أي ملحن أو أي شاعر حتى تسمعي شو عندهم وهيدي أغنية برأيي برأيي أنا ما بتتخبى يعني أنا وقت سمعتها ما صدقت إي ما بدي نزلها يعني فعلا الحمد لله يعني شعوري كان بمحله أنه حتلاقي نجاح خاصة من أول من تسعة أيام صارت تقريبا خمسة مليون ونص هاي رأم حلو يعني والعالم والأحلى من الأرقام هو أنك تنزلي على الشارع وتسمعيه بين الناس بقى كتير مبساطة بس هيدا الأغنية رح تعمل مشكلة عدد من الفنانين تعرف ليه؟ ليه شهاتي لنشوف أنت اليوم عم تجرب ترضي زوجتك وتبين له أنه هي الأهم اليوم الفنانين غيرك من الفنانين كمان زوجتهم رح يطالبوا بهيدا الأمر لا هايدي بتصير معي ما الفنانين بتصير معي من الأشخاص العادية وقت أنا بعمل مثلا أغنية الأرس بتشوفي لش أنت ما عملت لي غنية مثلا بتقول له لزوجة مثلا الأصدقاء المقربين لش أنت ما عملت لي غنية ليك شوف الرومانسية اللي بيعملها محمد وكذا وايك لا بالعكس هلأ هذا العمل مكان يعني مكان صراحة أنا سمعت الكلام من حياة بداية يلي بعد الحب الحب نطرتني فترة يعني اللي سمعتنيها قالت لي أنا محضرت لك شي رح يعجبك وحياة بتقلي هلأ ما في إن كان هلأ ما عندي شي ما بتسمعني شي عادي خلاص بس سمعني لازم أخد بجهة لتحية وبجهة تحية لفضل سليمان يلي لحن هيدا اللحن الغريب الرائع التقطيع اللي الغريب كتير حتى أنا كمسيقي بعرف شو هم يشتغل وفادي جيجي التوزيع الرائع كمان بجهة لهم كلهم تحية كتير كبيرة معقول اليوم فكرت إنه تبلش أعمال فنية تنزل أكتر وتجمع مصاري أكتر كمال المولود يلي رح يجي جمع مصاري أكتر حلو أكيد أكيد بفكر على طول طبعا أكيد بفكر على طول وهلأ صارت تفكير أكتر هيدا شي أنا بعترف فيه إنه أنا أكيد صرت عم فكر أكتر لحتى كون موجود متواجد بالساحة الفنية بس بالحفلات اللي اللي أنا بحب كون متواجد فيها يعني الأشياء اللي أنا ما بحب كون متواجد فيها ما كتير بتهمني وحتى يمكن فيني كل يوم أعمل حفلتين إذا بدي أنا بس الحفلات اللي بتكون مرتبة الحفلات اللي أنا بقدر من خلالها بس خلص حفلتي كون أنا مبسوط وعامل ستب هيك خطوة حلوة ليش لا والحمد لله نحن حفلاتنا عم تكون كانت بأوروبا كتير ناشحة وكتير حلوة وكلها سولد أوت الحمد لله بمحبة الناس وهلأ عنا مشاريع فنية كتير كبيرة هلأ أماركا قريبة إن شاء الله كمان اليوم يعني منفهم من حكيك بلشت تضب له؟ بلشت تضب له؟ إن شاء الله أه لا الحمد لله نشكر الله يعني شو بدي أقول بلشت تضب له؟ يعني معي فوق الميتين دولار زنم ميتلعو تيكت؟ لا لا أكيد إن شاء الله إن شاء الله هو كمان بيكون إنسان أنا ما بحب يعتمد على أبو بس وقت بدي يعتمد على أبو أكيد أبو حدو يعني بداية خبرنا أبو شو رح تصير؟ أبو عبودي على اسم البابا عبد القادر وأكيد يعني رح عم نفكر إنه نختر له اسم تاني يعني يكون خيار يعني اسم مركب ممكن يكون حلو يعني أنا عبالي اسم مركب ما فكرت فيه للصابع حرام بس روح للمدرسة كيف بدي يكتب اسمه؟ ما هيدي لهيك أنا عم بختار له اسم مركب لحتى إذا الاسم كان عليه عبد القادر صعب كون عم بختار له اسم تاني اليوم أبو عبودي خبرنا يعني بداية الأب ما تتزوج حسينة وقتا كنا عم نحكي معك موضوع الزواج وهيك حسينة قديش كان عندك حب إنه يصير في عندك أول مولود صبي اليوم بس عرفت إنه المولود لمرتي بنت أنا أنا بدي بنت مشان نكون هي بدي صبي وأنا بدي بنت بس بس عرفت إنه صبي كتير كتير مبسطت يعني هي أهم شي الخلقة التام أكيد وهلأ بعض الصبي إن شاء الله أكيد بحب يكون فيه بنت بس صبي وبنت يعني حاجة هيك بيكون خبرنا قديش تعزبت بموضوع لو حين تبع زوجتك بنعرف أوقات المرأة بيكون وحينها شوية صعوب تطلب كتير السؤال لا لأ كانت مهضومة وما كان في هالصعوبة لا كانت مهضومة الحمد لله ومرتاحة أنا أشكر الله محمد بنشوف الواحد بس يتزوج بسير الهم والغم على وجه ما شاء الله حولك حسينك بفرفة لا أكيد مبسوط بالزواج زواج حلو استقرار وما عدت فيني بلاها أبدا أبدا يعني صرت شعور حلو بعد كل حفلة وبعد شغل تلاقي حدا ناترك يعني شعور كتير حلو أنا مبسوط حياة تزوجه حلوة عن جد ما بتحس حالك تزوجت على صغر؟ لا لا بالوقت المناسب أنا بحس حالي تزوجت بالوقت المناسب شو اللي يتغير فيك؟ اللي يتغير أنه صار فيه مسئولية أكيد أكبر شعور كتير حلو يعني أنه أرجع لبيتي لاقيا نطرتني أو أنه حتى في شي حلو يعني أنا بمرتي أنه هي حدا كتير متجدد ضد الروتين بشكل فضيح بتحب السفار وبتحب تغير على طول حتى ديكور بالبيت بتحب تغير كل شي هيك متجددة يعني فكل متجددة بتغير اللوك تبعه دايما لا اللوك أكيد كمان بتغير بكل شي بتغير ايه بتحب تكون متجددة ما بتحب الروتين وبكفي شعور أنه عم نحضر التياب وعم نحضر القوضة تبع البيبي أشعور كتير حلو ترجمة نانسي قنقر